السلام عليكم ازيكم يا شباب عاملين ايه? ان شاء الله يا رب دايما كده هتكونوا بخير. اه شبابنا الحلوين احنا النهاردة ان شاء الله جايين كده نعمل مراجعة عامة وشاملة على اهم النقاط اللي موجودة في العشرة علماء اللي كانوا موجودين في منهجنا في الصف الثاني السنوي. وهم اول عشرة علماء موجودين في منهج بتاعنا السنة دي. يلا بينا كده. نبدأ نتذكر مع بعض عالم عالم في تاريخ بنية الزر. يلا بينا. بص يا سيدي. تعال كده نبدأ بقى مع بعض كده على البورد. اول حاجة جماعة اول عالم اسمه ديمقراطس. طيب عام ديمقراطس ده عمل ايه? ديمقراطس ده اول حاجة خلص كده عشان تكون انت بس عارف وفاهم معي. ديمقراطس ده ما كانش عالم. اما ليه مستر? حبيبي ده كان مفكر. مفكر. يعني اللي احنا بنقول عليه ان هو عالم من علماء ايه? الفلسفة. طيب بيقولي بقى قال ان اي مادة مهما كانت كبيرة فهي تتكون من اجزاء اصغر. وهذه الاجزاء تتكون من اجزاء اصغر. وهذه الاجزاء تتكون من اجزاء اصغر. الى الوصول الى حجم لا يتجزأ. يعني هو هنا بيقول ان الحجم الاخير اللي احنا هنصل ايه ده? المفروض ان هذا الحجم ايه? لا يتجزأ. فاذا هنا مستر ده كده اللي احنا بنقول عليه مين? العالم ديمقراطس. طيب يقصد ايه باصغر جزء من المادة. اصغر جزء من المادة اللي هو يقصده. اللي هو لها تجزأ ده. ده اللي احنا بنقول عليه ايه? الزرة. يبا هو ده اصغر جزء من المادة. طبعا اتزارة بتاعته او المفهوم اللي هو بيتكلم عليه مش الزرة بتاعتنا مش البروتونات والنيترونات والالكترونات والمستويات مش دي خالص. لا. الزرة بتاعته هي اصغر حاجة عينيشة فيتها. ده كان العالم مين? ديمقراطس. لو هنتكلم كفكرة طبعا الفكرة بتاعته في العلم تعتبر بالنسبة لنا فكرة مقبولة. طيب. جي بعديه العالم اللي جيه بعده على طول كان اريستو. طيب اريستو برضو يا مستر يعتبر ايه? يعتبر مفكر زي وزي التاني بالزبط فاليسوف مش عيني. ده بقى ما عجبوش الكلام. قال لك لأ. قال لك بقى ولا زرة ولا صغير ولا الكلام الفاضي ده. اي مادة في الدنيا بتتكون من اربع حاجات للافتراضات الاربعة. ايه هما? قال لك بتتكون من مية ونار وهوى وتراب. مية نار هواي تراب. قال لك لو احنا مسكنا الاربع مواد والغيرنا في النسب بتاعتهم زودنا حاجة شوية هنا خمسة وعشرين هنا خلنا تلاتين في المية هنا بقى عشرة في المية هنا بقى سبعة في المية وعدنا نزود شوية نقلل شوية ونزود شوية ونقلل شوية ففي النهاية قال لك ان المحصلة بتاعتنا بعد ما نقلل نزود ان احنا هنحول المواد لبعض. يعني من مادة لمادة باختلاف المواد الاربعة. هنا بقى ولا مؤمن بزرات ولا مؤمن بتفاعلات ولا مؤمن بتفاعلات كيميائية ولا روابط ولا ال ده. فاعتقد ان من الممكن انه يحول الطراب الى دهب. ده اعتقاده. تمام? ممكن يجي لك في الامتحان يجي يقولك انه اعتقد انه يحول انه حاس لدهب. قول له اه اعتقد كده. لان طبعا انه حاس في هزا العصر كان متوفر فاحنا كنا بنعتبره زي زي الطراب يعني حاجة ببلاش. المهم مش موضوعنا. الراجل ده اقنع اللي حواليه كلهم بالفكرة الفشلة. للأسف فقدى الى فشل علم الكيمياء لأكتر من الف سنة. فدلت العلماء عايشها. اكتر من الف سنة. سبقت العلم والتكنولوجيا والزرة والتفكير. وقعدت للأسف تلعب في الطراب. ثم جاء بعضهم العالم التالت. مين العالم التالت? والله يا مستل العالم التالت هو عم بويل. طيب. بويل ده اول عالم في علماء الكيمياء. ده طبعا كان عالم مش مفكر. ده بقى عالم. المعلم هنا اول حاجة قالها. قال يا جماعة ان انا رافض لكلام ارستو. ارستو ده يا جماعة كلامه بالنسبة لي غلط. طبعا كلامه هنا مصبوط. وقال ان فعلا اي مادة مهما كانت فهي بتتكون من اجزاء ايه? اصغر. واطلق على هذه الاجزاء اسم العناصر. وقالي على العنصر. قال ان العنصر مادة نقية بسيطة لا تتجزأ. مادة نقية بسيطة لا تتجزأ. ولا تتفكك بالطرق العادية. يعني هو خياله ان لو افترضنا ان ده كده عنصر? فان على حسب خياله ان العنصر سيظل كما هو. لا يتفكك. وان العنصر هو اصغر شيء مكون في المادة. طبعا بويل يعتبر كلامه صح. لان هو فعلا رفض كلام ارستو. كلام ارستو كان غلط. وعرف العناصر قال مادة نقية بسيطة لا تتجزأ. طبعا مقصوب بالعناصر هنا زي مثلا اوتو انتو والاخر. طيب. ثم جاء العالم الرابع. مين الرابع. عم دالتون. طيب. دالتون بقى يا شباب. قال شوية فروض كتير شوية الراجل ده. منهم الصح ومنهم الايه? الغلط. طيب تعال نشوف كده الفروض اللي قال. اول حاجة مثلا نبدأ بالفروض الصحيحة اللي الراجل ده ايه? قالها. تعال كده نشوف مع بعض. الفروض الصح هو قال ايه? قال ان العناصر بتتكون من زرات. قال ان العناصر بتتكون من ايه? من زرات. فلو العناصر كانت صغيرة. يبقى طبيعي جدا ان الزرات هتبقى ايه? ايوه? مستر صغيرة جدا متناهية الصغر. مصبوط. يبقى اذا هنا ده الكلام اللي هو قال. قال ان العناصر تتكون من زرات متشبهة. ودي حقيقة. يعني مثلا العناصر زي الاوتو ما هو اساسه ايه? او او. زرات متشبهة. فايزا دي حقيقة. قال ان المركبات تتكون من زرات مختلفة. الراجل قال انها مختلفة. ودي برضو حقيقة. يعني مثلا سي اوتو ما هو زراته مختلفة? كربون واكسو جي. قال ان المركبات ترتبط باقل عدد. اقل عدد يعني اقل نسبة عددية ممكنة. يعني مثلا ما عندناش حاجات كبيرة. ما عندناش ارقام ضخمة. ودي برضو يا مستر ايه? حقيقة. طيب. تعال كده نشوف ده كده بالنسبة لفروض الصح. تعال نشوف بقى الفروض الخطئة. الفروض الغرق. الراجل ده? قال ان الزرة لا تنقسم. ما بتتقسمش. رغم ان فيه حقيقة علمية اثبتت ان انا ممكن اقذف الزرة بقذيفة فتتقسر. الحقيقة العلمية دي في الكيميا النووية اسمها الانشطار. يبقى اذا كلامه دلوقتي هو قال ان الزرة ما بتتقسمش بس الكيميا الحديثة اثبتت في تفاعل يلقى ان الزرة بتتقسم. يبقى دي خطأ? طيب. قال حاجة اسمها ان الزرة اعتقاده ان الزرة مصمطة. مصمطة يعني ايه? يعني صلبة. يعني هو خياله ان الزرة لو انت قذفت عليها حاجة ترتد. تغبط وترد. يعني الزرة صلبة. وهنعرف ان الزرة مش صلبة بالعكس يا مستر ده الزرة هنا ايه? هنعرف ان اغلب الزرة ايه? فراغ. اغلب الزرة فراغ. طيب. الخطأ التالي. الراجل ده قال حاجة اسمها قانون النسب السبتة. ده بتاعه. يعني قانون النسب السبتة هو اللي عمله او هو اللي افترضه. طب القانون النسب السبتة ده بينص على ايه? بينص على حاجتين يا مستر. اول حاجة فيهم صح. ان كتلة المتفاعلات هتساوي كتلة النواتي. دي اول حاجة. كتلة المتفاعلات هتساوي كتلة النواتي. يعني المتفاعلات قد النواتي. طب تاني حاجة. قال ان الكتلة الزرية للعنصر. الكتلة الزرية للعنصر. سبتة. لا تتغير. ده بقى غلط. يعني هنا ده الاول كده صح هنا غلط. يعني ايه الكتلة الزرية سبتة? ايه الكتلة الزرية دي اصلا? اي اي عنصر يا جماعة بيكون عنده عددين. عدد زري وعدد كتلي. العدد الكتلي ده اللي احنا بنسميه الكتلة ايه? الزرية. هو افترض ثباته. وده يتعرض مع مفهوم حاجة اسمها من النزائر في الكيمياء النوواتي. طب هي النزائر. النزائر دي اللي بتقول ان في عناصر مختلفة في الكتلة. يعني هنا العناصر بتكون مختلفة في ايه? في كتلتها يا مستر. اهو. يبقى ايزا احنا عندنا ان النزائر هي عناصر لها نفس العدد الزرية. مختلفة في العدد الكتل. هي عناصر لها نفس العدد الزرية. مختلفة في العدد الايه? الكتل. فايزا هنا يا مستر يبقى يعتبر دلوقتي دلتن ايه اخطاقه? قال الزرة بتتقسم لا تنقسم ويبتتقسم قال ان الكتلة ثابتة والكتلة مختلفة في النظائر قال ان الزرة مصمتة يوا ده كده كلام العالم دالتون طيب تعالى نشوف العالم اللي بعده العالم اللي بعده العالم طومسون صاحب تجربة التفريغ القهربي من اول العالم ده جماعة كده هنبدأ لحد ما كلام الهامة كل اللي فات ده كده يعتبر مقدم طومسون طومسون صاحب نظرية اسمها نظرية التفريغ القهربي طيب اول حاجة كده طومسون عشان تبقى عارف جاب انبوبة جاب انبوبة زجاج اهو ومسك الانبوبة دي فرغها من الهواء يعني خلى الهواء اللي فيه اقلقه ووصلها ببطرية كطب مجب وكطب سالم شباب الكطب المجب اسمه عندنا في الكيميا الانون او المسعد والكطب السلي باسمه الكاسود او المهبط يبقى اذا احنا عندنا دلوقتي ايه انود او مسعد كاسود او ايه او مهبط طيب هنا لما خلى ضغط الغاز قليل وخلى البطارية اشتغلت اكتشف ان الغاز بيوصل الكهرباء ده كان اكتشاف ما كانش قابله حد يعرف حاجة زي كده يعني هو اول من اثبت انه ممكن الهواء اللي حوالينا ده يوصل الكهرباء لو اتفرغ يعني بقى قليل وصلنا له ايه بطارية مسك البطارية وقعد يزود فرق الجهد لغاية ما وصل فرق الجهد بتاعها اللي هي قوة البطارية اللي مش عارف يعني ايه فرق الجهد بغاية ما وصلها الى اكبر من عشر تلاف فولت اول ما وصلت اكبر من عشر تلاف فولت يا شباب خرجت اشعة من القطب السالب للكطب الموجب طب الاشعة دي سمها ايه سمها باسم مصدرها طب هو مصدرها كان اسمه ايه ما احنا قلنا الكاسود او المهبط عشان كده الاشعة دي اسمها اشعة الكاسود او ممكن يجي لك في الاسئلة ويقول لك اشعة المهبط يبقى مصطر هنا هو اكتشف اول حاجة ان الغاز ممكن يوصل الكهرباء واكتشف اشعة المهبط لما زود فرق الايه الجهد مسك بقى اشعة المهبط دي وقاعد يحاول يدرس في خواصها ما هي خواص هزه الاشعة اللي هي اشعة مين اللي هي اشعة المهبط بصوا جميع اول حاجة هزيه الاشعة هي سيل يعني ايه سيل يعني الاشعة دي لما اشتغلت فدلت شغالها لفترة زمنية طويلة مش فتحت وقفلت فده احنا بنقول عليه سلم الاشعة سلم الشحنان كتير اشعة مستمرة يعني اشتغلت وفدلت شغالها عاملة زي الاضاءة كده تفتح النور تلاقي النور ايه شغالها اطول فترة ممكن ماشي اتنين هي اشعة ضوئية يعني بتطلع ضوء لكن غير مرقية طبعا هو هنا يقصد ايه اللي غير مرقية مش الضوء الغير مرقي لا احنا الضوء بنشوف هو مكونات هذا الضوء ما بتتشافش يعني انت لو بصيت على اللمب اللي في ايه كده الوقت وانت بتتفرج عليه هل انت شايف مكونات الضوء احنا شايفين بعض شايفين النور بس محدش شايف مكونات الايه الضوء يا بس يبقى اذا الاشعة ضوئية غير مرقية طب تمام هذه الاشعة بص بقى بتطلع من القطب السالم اللي هو مصدرها المهم ماشي وبتصير في خطوط مستقيمة بهذا الشكل علشان تغبط في القطب المجب اللي هو المسعد يبقى بتطلع منين؟ من المهبط وتصير في خطوط مستقيمة لغاية المسعد تطلع من المهبط وتصير في خطوط مستقيمة لغاية المسعد يعني هنا ده مصدرها وده مكان ظهورها تصير في خطوط مستقيمة ده كده بالنسبة لمن يا مصدر لاشعة المهبط يبقى تصير في خطوط مستقيم كمل معايه الاشعة دي لما اشتغلت الانبوبة فخدت عشان كده قلنا ان لها أثر حراري يعني بتسخن الأنبوبة شباب ملحوظوا كل ما له أثر حراري يبقى شيء له قتلة خليك عارف حاجة زي كده يبقى كل ما له أثر حراري يبقى له ايه قتلة يعني الأشعة دي كده زاتها قتلة لأنها سخنت الأنبوبة طب ما تيجي نعمل تجربتين كده صغيرين نسبة بهم القصة دي بص يا سيد بص كده معايا بص يا سيد احنا عندنا دلوقتي بيقول لها أثر حراري يبقى لها قتلة المعلم جاب صفيحة صفيحة وبدأ يعرض هذه الصفيحة المعدنية إلى أشعة المهم شوية لقينا أن الصفيحة دي سخنت يا مستر بقيت سخنة حرارتها زاد طيب تمام عندك هنا هو حاجة تاني حاب يتأكد من القتلة جاب مروحة المروحة يا جماعة اللي هي المروحة الورق اللي هي المروحة اللي بتبقى ورقية المروحة دي لو أنت حطتها في وش مروحة بتلف في وش الهواء هتلف ليه؟ عشان الهواء اللي أنت بتزققه ده ليه كتلة بس لو حطتها في الضق مش هتلف فإذن هين جابها وعرضها لأشعة المهمت لقها بالدور طب ما أنا لما جبت صفيحة سخنت يبقى لها أثر حراري ولما عرضتها للأشعة دورت يبقى لها إيه كتلة إذن هي لها كتلة ولها أثر حراري يبقى إذن مستر الأشعة لها أثر حراري ولها كتلة ودي اللي إحنا بنقول عليها الطبيعة المادية الطبيعة المادية يعني لما جا أقول لك عرفنا إزاي الطبيعة المادية لأن لها أثر حراري فمعنى أن لها أثر حراري بل لها كتلة يبقى هي جسيمات إيه؟ مادية ده رقم أربع طيب يا مستر تعال نشوف بيئة الخواص اشتركوا في القناة